كل سنة وانتم طيبين اليكم ديف رامز جلال في اليوم الاثنين الحلقة رقم 14 2021 في البداية ما تنسوش تدعمونا باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وانتظروا مننا فيديو جديد كل يوم عن ديف رامز عقل وطار يواصل الفنان رامز جلال تقديم مغامراته الفنية ويقدم برنامج رامز عقل وطار هذا العام بالتعاون مع الهيئة للطرفيه بالمملكة العربية السعودية ويبدأ المقلب باستضافة فريق البرنامج لأحد نجوم الفن أو الرياضة أو الإعلام ويتم توصيله في الملاهي بمدينة الرياض حيث يتعرض لمغامرة غير متوكعة ومن هنا يبدأ الإصارة والتشوق يقوم رامز باستدراج الديف لكبينة طائرة في الهواء وبيحاول الركاب إقناع الديف أن اللعبة سوف تسقط من أعلى قرر الديف السكوت من الكبينة وسكوته في بحيرة مائية كبيرة جداً ثم يجفز رامز بعده ويكشف رامز عن وجهه الحقيقي من خلال تقديم برنامجه هذا العام رامز عقل وطار أما عن ديف حلقة اليوم الاثنين أربعتاشر من رمضان ألفين واحد وعشرين هو ديف حلقة النهاردة هو لاعب النادي الأهلي محمد هاني يا ترى إيه اللي هيحصل وهيعمل إيه في المقلب بتاعي النهاردة ورد فعله إيه كل ده هنعرفه من خلال البرنامج اللي هيتزاع على مبسي مصر الساعة ستة ونص بتوقيت مصر والساعة سبعة ونص بتوقيت السعودية وكده يكون الفيديو انتهى ما تنسوش تدعموني باللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على الكل وانتظروا مني كل يوم فيديو جديد عن ضحية رامز وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم